ناخد اللي بعد. شمال أو يمين. وحطين شمال أو يمين؟ أسنو هنا حاجات. بس ده شغل. طب انتهت شغلتك يعلى المدفع. وهنا حاجات. أنا بقعد بقى إيه أسمع الكلام الحلو. أنا دي من أقولهم في أسئلة كده محبش أنا أسألها سألوها أنتو. مين أكثر لعب خزلك منتخب الشباب بتاعك في جيل 2011؟ مش خزلني. كان نفسي يبقى موجود في حتة تانية بعيدة يعني. آه. أحمد الشناوي. كان لازم يكون في حتة بعيدة جدا جدا. لأنه بون موهوب. ومحمد إبراهيم. محمد إبراهيم برضو. كان مقدي معايا تلات سنين هايلين جدا جدا. كان نفسي يكون في حتة هو موجود في مكان هايل للوقتي. وعمل موسم كويس وموسمين كويسين في سيراميكا. لكن أنا بتكلم على إنه في الاحتراف يعني. ايه رأيك في الحكاية بتاعت احمد الشنوي محمد الشنوي بتاع ترباك من اللي حصلت في المواصل يا لاخيش يعني كبري تزاد عن الزمن انا يعني الشنوي نفسه اتالها في مهدها انا انا هاخد نمرة 16 انا بالبن 16 على طول وبعدين الشنوي عشان هو لا ادم يعني احمد احمد فلما راح رجع المنتخب وبتاع لكن انا عايزك يا احمد تشد حلك عشان تلعب يعني لكن انا بعتقد انها ما خدتش وقت يعني يعني انت عايز تقول ان احمد يركز اكتر في اللعب مش يركز هو مركز بدليل انه الحمد لله ختم ختم الموسم كويس مع بيرامنس لكن ان شاء الله انا اعتقدش انها خدت وقت يعني لكن انت عارف طبعا الحبه وبه في المنتخب ازاي اه طبعا ايه عجلة تفصيلة قد كده اه تفصيلة قد لكن محمد تعامل مع الموضوع بشكل راقي جدا محمد زكي واحمد بعد كده وتعامل مع الموضوع والموضوع خلاص هاي